رسالة بنبرة عطب بعثها رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش بشأن فريق شكله مجلس الأمن وكلفه ببيان الحاجة إلى استمرار عمل بعثة يونامي في العراق السوداني ذكر في الرسالة أن مجلس الأمن لم يحصل نطاق تشاور الفريق بالحكومة العراقية كما كان متوقع وأن ممتد إلى أطراف لم يكن لها دور عند إنشاء يونامي في العراق عام 2003 ولم يسمي السوداني هذه الأطراف غير أنه عاد إلى ذكرها في موقع آخر من الرسالة يتعلق بتقرير أصداره الفريق الأممي بشأن استبرار عمل يونامي أبدى السوداني أسفه إذا عدم تفريق التقرير بين وجهة نظر حكومة العراق ووجهة نظر أطراف غير رسمية يمثلون آراءهم الشخصية لينتقل إلى القول إن مسوغات وجود بعثة سياسية في العراق لم تعد متوافرة بعد الآن واستنادا إلى ذلك طلب رئيس الوزراء إنهاء ولاية بعثة يونامي بشكل نهائي في الحادي والثلاثين من كانون الأول العام المقبل وذلك لمنح البعثة وقتا تصف فيه أعمالها وتنقل ملفاتها إلى المؤسسات العراقية والوكالات الأممية على أن يستبر التعاون مع الوكالات الدولية المتخصصة العاملة في العراق والبالغة 22 وكالة ترجمة نانسي قنقر